نعم يعني يبدو أن قطاع غزة لازال في كل ليلة هو بانتظار شيء ميداني جديد قبل قليل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي على لسان الناطق باسمه بأن هناك قذيفتين صاروخيتين وطلقتا من داخل قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف الأولى تم اعتراضها من خلال القبة الحادية والأخرى سقطت داخل قطاع غزة ولم تدخل إلى الأراضي المحتلة عام 1948 هذه الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة كما تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأمس تم أيضا إطلاق مثل هذه الصواريخ الفصائل الفلسطينية كانت تقول على مثل هذه القذائف بأنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي واستمراره في الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية وأيضا في القدس المحتلة مع استمرار واشتداد اقتحام المستوطنين لبحات المسجد الأقصى المبارك ومنع المصلين من الدخول كما لاحظنا فجر هذا اليوم والأحداث التي دارت على بوابات المسجد الأقصى المبارك ما بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي الذين يمنعهم الفصائل الفلسطينية قالت أن استمرار مثل هذه الاعتداءات على الفلسطينيين من شأنها أن تزيد من استمرار المواجهة بين الفصائل والاحتلال الإسرائيلي وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه الجرائم الإسرائيلية كما وصفتها الفصائل الفلسطينية يضاف إلى ذلك بأن هناك تهديدات لا زالت مستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والذي بالأمس كان وعلى لسان وزير الجيش الإسرائيلي قال للفصائل الفلسطينية بالتحديد في قطاع غزة بأن المواجهة مع قطاع غزة يبدو أنها ليست ببعيدة وأن استمرار إطلاق القضايا في الصاروخية يمكن أن يعيد الأوضاع إلى المربع الأول وأن يكون هناك تصعيد إسرائيلي جديد على قطاع غزة إذن هي قديفتين صاروخيتين من داخل قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف واحدة دخلت وتم اعتراضها من قبل القوة الحدية والأخرى سقطت داخل قطاع غزة هذا عن هذه القديفتين ولكن من المتوقع كما جرت العادة أن يكون هناك ردا إسرائيليا على هذه القدائف خلال هذه الليلة شكرا